الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى وبعده لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان سماحة الإسلام قلت لكم بإذن الله جل وعلا تحدثت في الحلقة الماضية عن سماحة الإسلام في باب الدعاء لغير المسلمين وقلت لكم ومن سماحة الإسلام الدعاء لغير المسلمين وقلت ربما يتعجب البعض من ذلك ويقولون الدعاء لغير المسلمين نعم أتيتكم بالأدلة على ذلك ولذلك قلت لكم قبل ذلك إذا حوى الكلام الدليل فقد حوى النور وإذا خلى من الدليل فقد خلى من النور ولذلك قلت لكم أنا لن أتكلم في السلسلة بحرف واحد بدون الدليل ولذلك أتيتكم بالدليل من كتاب الله جل وعلا وأتيتكم بالأدلة من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم لا وقد أتيتكم بالنبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو لغير المسلمين يعني مثلا بالنسبة لدوس والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها بدلا من أن يدعو عليها يطلب منه أن يدعو عليها فيدعو لها ولذلك هدهم الله جل وعلا بفضل سماحة النبي ودعاء النبي لهم بالنسبة لثقيف يطلبون من النبي أكثر من مرة أن يدعو عليها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها أكثر من مرة وكلما ألحه عليه في أن يدعو عليها دعا لها ولذلك هداها الله جل وعلا وما ذلك إلا بفضل دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتلكم السماحة العظيمة جدا وأيضا أتيتكم بحبر الأمة وترجمان القرآن بالعالم العظيم أصحاب الجليل عبد الله بن عباس بالنسبة لما قاله في شأن فرعون وأنتم تعلمون من هو فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري المهم آتكم الآن بجديد بإذن الله جل وعلا كان اليهود يتعاطصون عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله يعني يعملوا أن هما بيعتصوا كده يدعوا العطاس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن النبي يدعي لهم رجاء أن سيدنا النبي يدعي لهم وقولهم يرحمكم الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرمهم من الدعاء فكان لا يحرمهم من الدعوة بالهداية كان يعمل إسيدنا النبي ما ينفعش يرحمكم الله لأن الوحي منهم لو مات على ذلك لا ولكن سيدنا النبي لا يحرمهم من الدعوة لكن سيدنا النبي يدعي لهم بقى بالهداية يقول لهم ايه اول من الواحد منهم يعتص يوم سيدنا النبي يقول لهم ايه يهديكم الله ويصلحوا بالكم يهديكم الله ويصلحوا بالكم الواحد منهم طبعا من المسلمين اللي بعتص النبي بيقول له ورحمكم الله صلى الله عليه وسلم اليهود يعمل انه بيعتص ليه عشان ياخد جد النبي ما يحرموش من الدعوة لكن يدعو له بالهداية يوم يقول له ايه يهديكم الله ويصلحوا بالكم واحدون الحديث ده فيه او الحديث عند الامام بخاري رحمه الله في الادب المفرد في صحيح الأدب المفرد برقم 719 برقم 719 يا جماعة أيضا آتيكم هنا بإذن الله جل وعلا بحديث عجيب حديث عجيب أثبت لكم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وقت إذاء المشركين للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا له أتيتهم قبل ذلك اللهم ما اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون عند البخاري ومسلم إلى آخره على الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشك بيه شيئا إلى آخره ولكن هنا على الله أن يخرج من أصلابهم أتيتكم بيه أيضا معد البخاري ومسلم والآن أتيكم أيضا بحديث في الصحيح في مثل هذا الموضوع وأعتقد أن الكثيرين ربما ما سمعوه من قبل الحرث من طريق من؟ من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ورواية هكذا أن مسروقا قال أتيت ابن مسعود فقلت يا ابن مسعود حدثني بحديث فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام إن قريشا أبطأوا عن الإسلام يعني في حال ما كانوا رفضين الإسلام وكانوا بيتطهدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني آذوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في الوقت دي ولما طال رفضهم للإسلام دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها يعني والعياذ بالله جل وعلا حتى أنهم أكلوا العظمى والميتة نعم بالنسبة للقريش طاقت عليه المعيشة وطاقت عليه أمورهم ولذلك شوف الأمر يصل بهم إلى إيه لأنهم يكلوا العظام ويكلوا الميتة ولذلك توجهوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أبي سفيان يعني جاءه أبو سفيان ثم قال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم جئت تأمر بصلة الرحم وأن قومك هلكوا إنت جاي تأمر بصلة الرحم ودول قومك دول أهلك دول أريبك دول أريبك ونت تأمر بصلة الرحم وهلكوا بسبب دعوتك عليهم فادعوا الله لهم فادعوا الله لهم ولذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فسوقوا الغيثة وذهب عنهم ذلك يعني وحلت البركات كما كانت بالله عليكم أرجو أن تفكروا في ذلك جيدا هنا أبو سفيان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان في هذا التوقيت كان على الكفر يأتي نيابة عن قريش يأتي نيابة عن قوم وقريشه كانت تطهد النبي صلى الله عليه وسلم وتطهد أصحابه ولذلك ذكره بصلة الرحم التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم نعان والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلة الرحم لكنهم آذوا أصحاب النبي اضطادوا أصحاب النبي قتلوا من قتلوا وعذبوا من عذبوا وهجروا من هجروا إلى آخره ولذلك سدن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه من الدعاء لهم دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فسوق الغيثاء أنا أعيزك تركز في لي يعني بمجرد أن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عادت البركات وعادت الخيرات كما كانت وأقول رغم أنهم لم يؤمنوا في هذا التوقيت الذي سألوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يدعو لهم القضية لم تقف عند هذا الحد يا جماعة في قضية السماح لم تقف على يعني مجرد الدعاء لغير المسلمين ولكن تعدت ذلك أيضا تعدت الدعاء لهم بالشفاء وتعدت أيضا لدعواتهم إلى الإسلام من أجل مصلحتهم ومن أجل دخول الجنان وعدم دخول النيران ولم يقف الأمر عند هذا الحد أيضا بل الزيارة في المرض كانوا يزورون هؤلاء في مرضهم يعودونهم في حال المرض ويدعون لهم بالشفاء بل تعدت ذلك حتى بلغت الرقية مع الدعاء لهؤلاء كما حدث من أبي سعي الخدري بالنسبة له ولي أصحابه لما نزلوا على قوم أبوا ضيافتهم في النهاية رقوا سيد القوم لما لدغ وشفاه الله جل وعلا بسبب هذه الرقية كانت سببا شفاه الله جل وعلا ولذلك قلت ما حرموهم الرقية ما حرموهم الرقية وهذه الرقية هي ضرب من ضرب الدعاء أيضا ولذلك أقول إن سماحة الإسلام عظيمة 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 والسماحة خلق إسلامي عظيم أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بتلكم السماحة الإسلامية العظيمة والسلام عليكم ورحمة الله